وإلى الموضوع التالي مع الإعلان عن توصل لرئيس لجلة المالية البرلمانية ورئيس جامعة بنغوريون يوم أمس الاثنين لتفاهمات حول استيعاب الطلاب الهاربين من الحرب الأوكرامية لكن مع عدم وجود متسع لكل الطلاب الطب لدراسة الطب وإمكانية تحويل قسم منهم لتخصصات أخرى أثرت العديد من التساؤلات حول مصير هؤلاء الطلاب والبالغ عددهم وفقا لمصادر الإعلامية نحو ألفي طالب معظمهم من الطلاب العرب المحامي محمد طربي من سخنين هو أب لطالبين يدرسان في أوكرانيا ومتابع لهذا الملف منذ اندلاع الأزمة ينضم إلينا في بث حي ومباشرة من سخنين لنتحدث عن آخر التطورات في هذا الملف أهلا ومرحبا بك مساء الخير إلى كل جميع المشاهدين في البداية حدثنا المحامي محمد طربي عن ابنك حتى متى عاد إلى البلاد وكيف أحوالهما إزاء هذه الأزمة التي وجد نفسيهما بها مع زملائهم أبناء عادوا في اليوم بنفس اليوم اللي رئيس الوزراء ووزير الخارجيه دعوا كل المواطنين الإسرائيليين أن يرجعوا على البلاد فورا حجزوا التذاكر ورجعوا طبعا بذلك الفترة كنا سلنا بنظمين كل الطلاب في خلال المجموعات واسأب وطلبنا منهم كليات أن يحجزوا التذاكر ويروحوا الحمد لله لحديث اليوم ما ظل أفراد اللي على مسؤليتنا الخاصة وإن بدي نظلوا هناك المحامي محمد طربي أنت شاركت في الجلسة التي جرت في الكنيسة يوم أمس ما هو انطباعك من الحلول المطوحة؟ الصحيح أول شي بدي أوجه شكري لكل أعضاء الكنيسة اللي استقبلونا وسمعوا مشاكل الطلاب من الطلاب نفسين ومننا الاجتماع كان ممتاز أنا في رأيي في تقييمي للشخصي الاجتماع أثمر عن خطة عمل ونقاط عينية اللي نشطر عليها مع أعضاء الكنيسة مقابل وزارة الصحة الإسرائيلية وبالذات مع بروفيسور شايل يتسيب اللي هو مسؤول مسؤول ترخيص المواضيع الطبية أول إشي شغلتين اللي بدي أكد عليهم إنه الوحدي اللي بينات بين أعضاء الكنيسة بين الموحدة والمشتركة وحسب أقوال إنه لأول مرة بيجتمعوا فإحنا قدرنا نوحدين الحمد لله وشكرا كثير إلن ويعطيهن ألف عافية بالنسبة للخطة العمل اللي درسناها أو أقرناها في في اجتماعنا أول إشي المفروض إنه شاؤل يتسيب ووزارة الصحة يعترفوا ويتعاملوا مع قضية الطلاب كقضية جماعية وليست قضية شخصية أي إنه الحل بدي يكون حل جماعي لكل الطلاب مش حل فردي كل واحد إنحل قضيته بشكل فردي عشان ما تضيع الأمور من بنيدها من إدينا وما تفلت الأمور من سيطرتنا الشغل الثاني شاؤل يتسيب روفيسور شاؤل يتسيب بيظل يحكي دائما عن مصطلحات الترانسفير أو النقل نقل من جامعة لأخرى في ردود أكثر من رد إلو سواء كان رده لنائب أيمن عودي رده لأحد المحامين بتعامل معنا بالترمنولوجيا وبالمصطلحات تاعة الترانسفير اللي هي أنظمي متبعة في وزارة الصحة جدا قاسي ولا تلائم هاي الحالي إحنا أنظمة الترانسفير تلائم الحالات لما فيه طالب متمشكل بجامعته بموضوع معين بد ينقل مفصل ما حصل على العلامات اللي لازم يحصل عليها فمش هاي هي الحالي احنا نحكي عن طلاب ناجحين طلاب مش راسبين ما فيش ولا أي مشكلة فيهن هاي النقطة الثانية طبعا لازم نشتر عليها مقابل شاء اللي تسيد تعامل بشكل جماعي وبعيد عن النظم الأنظم المتبعة بالنسبة لنقل الجامعات قضية الثالثة توجهنا طبعا كل الطلاب روحوا بشكل سريع حرب وفيه اشي اللي روحوا بعدين ما اندلعت الحرب فاحنا توجهنا للاعضاء كنيسة انه يتوجهوا للسفارة الاسرائيلية في اوكرانيا للسفارة الاسرائيلية للسفارة الاوكرانية في اسرائيل لوزارة الخارجية يساعدوا الطلاب ان يحصلوا على المستندات تاعتن المستندات كشف العلامات كل طالب قديش متعلم المواد تاعته وعلاماته عشان لا سمح الله اذا صار بد يصير عملية نقل او اي اشي ثاني يكون مع الطالب المستند اللي بثبت انه تعلم سنتين ثلاثة واربعة بالنسبة لطلاب ككل من سنة اولى لسنة خامسة احنا توجهنا اقرينا انه نستنى شوي نستنى شوي بالنسبة للنقل ما نتسرع الحل الامثل هو انه الطلاب يرجعوا لجامعات طبعا افضل حل واريح حل النا وللطلاب بينما بهاي الفترة انه منهم لخمسة عشر او لعشرين شهر لازم نشتغل عضائي كناسة اتفقنا ان نشتغلوا مع البروفيسور شاول ياتسيف على ان ايجاد خطة بديلة وحلول بديلة لتكون مقنعة وصادق عليها بروفيسور شاول ياتسيف عشان يكون معترف فيها ومانت مشكل بقضايا الاعتراف لقدام فيه اكثر من حل انطرح فيه انطرح جامعات فلسطين فيه انطرح جامعة النجاح جامعة القدس فيه انطرح جامعات في جورجيا جامعات ثانية منشوف شو الحل الامثل اللي ممكن يلائم بشرط انه الطالب ما يخسر من تعليمه هاي الجامعة لازم تتبنى الخطة التعليمية الاوكراينية باكملة وتعترف بكل الساعات والمواضيع اللي متعلمين كل طالب وطالب بالنسبة لطلاب سيني سادسي وهونا كانت المشكلة الاساسية سيني سادسي طب عام وسيني خامسي طب أسنان هذولا المفروض يتخرجوا اخرى شهرين انا ابني كان مفروض انه يتخرج بواحد خمسي بخلص تعليم ثلاث وعشر خمسي عنده امتحان كروك ما يسمى وبعدية التخرج ونفس الاشي حوالي خمسمائة طالب عن الشكل اللي هني سيني سادسي او سيني خامسي طب بسنان فهذول المفروض بشكل سريع نلقيه لنحل والحل كان اختراحات اللي كانت انه اما يكمله بما انه نقسى عندهم تطبيق انه تطبيق بتعلموا سايكليم وتطبيق يعني بيطبقوا بالمستشفيات فاخترحنا انه نطبقوا في مستشفيات اسرائيلية او في مستشفيات جامعة النجاح او مستشفيات جامعة الخدس وكذلك في اختراح ثاني كان انه في تعاون واتفاقيات صداقة وتعاون بين الجامعات فنشوف نفحص وين في جامعات الاوكرينية الى هاي العقود وهي الانظمة المتبعة بين انه وبين جامعة ثانية ليكون الطالب طالب زائر ويتخرج من جامعة الام الجامعة اللي تعلم فيها دكتور محمد طربيه طبعا هنا انت تحدثت عن الاحتمالات سمنا يوم امس تحفظا من الدكتور احمد الطيبي عن التفاهمات مع جامعة بنغريون ويقول انه يجب البحث عن حلول اخرى وفحص امكانيات اضافية هل من الممكن ان يتم ايجاد طريقة لاستيعاب الطلاب في جامعات فلسطينية او اردنية مثلا اللي بعرفه انا كله بتعلق في وزارة الصحة الاسرائيلية وقديش هي بده تهون الامور او بده تصعبها يعني اي اقتراح ممكن ندرسه مع وزارة الصحة الاسرائيلية بشرط انه يتبنوا الخطة التعليمية الاوكرينية ويعترفوا هاي الجامعة تعترف كل المواضيع اللي تعلمت طالب بالنسبة لبنغريون انا ما عنديش معلومات كافية انا بعرف انه ما كان الاشي مش جدي بالمرة ما بيحكوا على مواضيع طبية هناك مع العلم انه يعني عندنا 1700 طالب تقريبا في اوكرانيا اللي من عرب 48 هذول الطلاب في منن حوالي 1400 طالب طب عام 250 طالب طب اسنان صيدة لبيطرة واكم طالب لا يتعدى اصابع اليد الواحدة اللي هنه هندسات ومواضيع ثانية فالهندسات مفكرش انه في مشكلة يستوعبوهن باي جامعة اسرائيلية بينما الاعداد الهائلة في الاعداد الكبيرة في الطب العام او طب اسنان افكر ان راح تكون مشكلة عشانك لازم ندور على حلول ثانية باعتراف ومصادقة وزارة الصحة الاسرائيلية بروفوسور شائل يتسيف المسؤول عن قسم الترخيص اخترخيص المواضيع الطبية في وزارة الصحة دكتور بلال عباس مسؤول رابطة عرب 48 في اوكرانيا انتحدث معنا هنا في الستوديو وهو يقول ان كل مشكلة الطلاب العائدين ان البلال ستحل يعني مع الجامعات الاوكرانية لكن الامر بحاجة الى وقت هل انت متفائل مثله انا بقول اكيد يعني في شريك النا في اوكرانيا شريك في المسؤولية عن تخريج ولادنا وعن الطلاب كلياتين عن تعليم الطلاب كلياتين انه جامعات الاوكرانية اني في حالة حرب انا شخصيا ما بقدر يعني الاشي عندن الاشي انه يرجعوا يعلموا الطلاب بتعلق في انتهاء الحرب او استمراره ما في عندي اجوبة ما فكرش انه في حالة عنده اجوبة وانت الحرب هاي بتخلص او وانت مكن توقف بس هني شركاء وهني مهتمين كثير يعني احنا بتواصل مع اشخاص من الجامعة انا بتواصل مع عميد الجامعة في جامعة دنيبرو بتروفسك جدا مهتمين في القضية وجدا بدي نساعده وهني بطلبوا مننا انه نستنى شوي وبناءا عليه اصلا كان القرار في اجتماع عمبارح مع عضاء كنسة انه نستنى شوي اللي هي عن طريق الجامعات الاوكرانية سمانا دعوات للطلاب ان يتصرفوا كمجموعة وذلك لتحقيق حلول عملية وسهلة لهم هل تتفق انت ايضا مع هذا التوجه؟ طبعا الحل الجماعي الكولكتيفي هو الامثل للطلاب اذا الطلاب ما كانوا موحدين والاهالي ما كانوا موحدين وعضاء كنسة العرب ما كانوا موحدين وهدفا مساعدة الطالب بدون اي مصلحة خارجية بيضيعوا الطلاب يعني بروفسور شاؤل يتسير ممكن جدا انه هو حابب اصلا هو بده وهي كتب بالردود تاعته انه بده انه كل طالب يتوجه له بشكل شخصي وبقول له شو يساوي اضغلط المشكلة الاساسية ذو طلاب ناجحين لازم يتعانون معاين طلاب ناجحين طلاب مميزين في جامعات مرأة فترة كبيرة اشي مرأة ست سنين اشي مرأة خمس سنين اشي اربعة اشي ثلاث اشي سنتين اشي بعده سنة اولى المفروض يكون حل جماعي لكل الطلاب وهذا هو الاشي الامثل لكل الطلاب والحل الامثل لكل الطلاب اذا بدنا ان شخصا المشكلة ساعتها ضاعت الحلول كليات انفرايو ضاعت طلاب وردت انا سارك عن تصريح عضو الكنيسة ايمان خطيب ياسين من القام الموحدة التي قالت انه يجب ايضا الاهتمام بالجانب النفسي للطلاب الهاربين من الحرب ما رأيك في ذلك طلع كل مساعدي اذا عن جد في حاجة انا مش عالم نفسي ومش خبير بهذه الأمور اما انا اللي بعرفه اذا فيه اشي اللي بساعد الطالب في نفسيته اكيد يعني بمعزل عن الحرب واذا شافوا اهوال الحرب فعلا ولا ما شافوها انا بعرفش ولا حدا شاف اهوال الحرب بس كان فيه تخوف كبير وانه موجود القسم كان بالملاجئ وكان فيه قصف ممكن يكون انه هني بحاجة هانه الفروض امور تنفحص مشكورة الامان خطيب مش حادي عهاي المبادرة واشي ثاني انا برأيي نفسيتني اليوم خاصة طلاب سنة ساتسة وسنة خامسة وسنة رابعة وسنة ثالثة اللي هلأدي قلقين قلق وتوتر بالنسبة لمستقبلا اشي ضبابي كان مستقبلا مرسوم قدام اخرى شهرين انا بدي اتخرج او السنة بخلص السنة الجاي بكمل دحكة عن طلاب سنة ساتسة وخامسة طب اسنان اللي صاروا شاريين اغلبين صاروا فايتين دورات دورات تعليمية عن طريق الزوم عشان يحضروا لامتحانة دولي اليوم الاشي كان واضح المصار تاع المستقبلا الان واضح اليوم مصار اليوم مستقبلا مش واضح ضبابي مش عارفين حال بتخرجو او لا بتخرجوش مش عارفين حال وين دي كملو بدين نقلو دولي الصعبات الممكن يواجهوها بهاي العمليات كلا انا برايي هذول بحاجة لمساعدة اكثر ايضا غير اللي اتعرضوا لأهوال الحرب والقصف اللي كانوا في الملاجئ المحامي محمد ربيل انا نتركك مع رسالة تواجهها لمن يشاهدنا عبر قناة هلا من اهالي وطلاب عادوا من اوكرانيا بسبب الحرب انت كوالد لطالبين اثنين هناك ماذا تقول للأهالي وللطلاب اولي اشي بقول اهالي الصبر ثم الصبر ثم الصبر هاي واحد للطلاب بقول خليكم موحدين خلي كلمتكم مسموعة خليكم في عنوان واحد لكم واضح اللي هي اللجنة المصغرة اللي بتمثل اغلبية الطلاب اللي هيني من كل الجامعات الوحدة قوة حتى في كل اشي اذا انتوا بدكوا حلول جماعية حلول جماعية لازم تكونوا موحدين لانه اليوم انا كمحامي محمد طربي ما بغضر احل مشكلة ابني اللي بدو اللي سنة السادسة اللي لازم تخرجوا حتى تشهر بما عزل عن مجموعة الطلاب سنة سادسة عشان الوحدة الوحدة هي اللي بتخليكم تحصلوا على الحلول اللي بترضيكم وبتتخرجوا ان شاء الله ومشوفكم احسن دكاترة المحامي محمد طربي شكرا لك تحدثت معنا مباشرة من ساخنين شكرا لك يا تيكالعافي شكرا لك